السلام عليكم متابعي دراما سبورت مين رح يدرب منتخبنا الأولمبي خصوصا المنتخب مقبل على تصفيات مهمة مؤهلة إلى أولمبيات باريس 2024 بعد أقل من شهر ونص يعني بعد شهرين يعني فيك تقول بشهر تسعة أنت عندك تصفيات ولا يزال المنتخب الأولمبي من دون مدرب يعني شيئا ما أبينا إلى الآن ما تم الاتفاق مع تامر حسن المدرب المصري على الاستمرار مع المنتخب الأولمبي فمين رح يكون المدرب؟ هذا الشيء اللي رح نحكي بهذا الفيديو لكن قبل ما نفوض بالتفاصيل بتمنى إذا عجبك الفيديو تعمل اشتراك بالقناة اتفعل زر الجرس ولا تبخل علينا باللايك يلا على التفاصيل شوف يا صديقي العزيز منتخبنا الأولمبي لما شارك بالبطولة العربية كان على أساس المدرب المصري تامر حسن والكادر الفني اللي معه رح يتواجدوا مع المنتخب الأولمبي بالبطولة العربية وبعد نهاية البطولة العربية بشكل مباشر رح تتم تسمية مدرب آخر لقيادة المنتخب الأولمبي هيك كان الحديث وهيك حكى الأستاذ صلاح رمضان فنحن يعني عم نستنى قرار الأستاذ صلاح رمضان طبعا هذا الحديث الظاهر انتثى انتثى بشكل أو بآخر ليش انتثى؟ لأن كانت النتائج إيجابية نوعا ما بالنسبة لاتحاد كرة القدم وبالنسبة للكادر الفني شافوا النتائج إيجابية وكمان قالوا بأن اللعيبة مبسوطين مع الكابتن تامر حسن فبالتالي حابين يستمر مع المنتخب الأولمبي هيك صار الحديث أي إن الشي اللي انحكى قبل البطولة العربية أمر مختلف صار بعد البطولة العربية وهذا الشي بيدل بأن احنا اعتمدنا على نتائج البطولة العربية البطولة الودية ما اعتمدنا على تحضير المنتخب للتصفيات يعني احنا بالعادة لما بنحكي بطولة تجريبية بطولة ودية الغالبية العظمة هي كيف تحكي يعني من الاتحاد كرة القدم وحتى يعني احنا لما نطلع بنقول هاي بطولة ودية خلونا نشوف تجريب اللاعبين والنتائج بالنسبة إلي كبطولة ودية أحيانا بتكون مهمة لأنك دائما إذا دخلت بعامل الفوز أو بحالة الفوز فرح تستمر بهاي الحالة الشغلة الأساسية اللي عم بيشتغل عليها اتحاد كرة القدم بين إلا الآن ما عنده مشروع ما عنده مشروع لا مع المنتخب الأولمبي ولا مع منتخبات الشباب والناشئين هلأ عندي سؤال يا جماعة بغض النظر عن كل الفيديو هذا الهولندي مو مارك فوتا مارك فوتا حاليا يعني يعينوه مدير فني باتحاد كرة القدم الهولندي التاني اللي كان عم يدرب منتخبنا للناشئين فيلكو فيلكو فان بورن هذا شو شغلته شو عم بيعمل حاليا يعني اللي بيعرف وضعية فيلكو أو وين متواجد فيلكو بهولندا بسوريا تم إلغاء عقده تم عم بيدرب نادي بالشام أو نادي بحلب خلونا نسمع أخبار هذا الشخص يعني كيف عم بيتقاضى راتب من اتحاد كرة القدم وهو قاعد بالبيت أو عم بيعمل سياحة بالمالديف يعني فهمونا بصراحة نحنا بعيدين جدا عن فيلكو بان بورن من زمان ما سمعنا أخباره الطيبة على كل حال بنرجع لحديثنا المدرب تامر حسن كان داخل للبطولة العربية ليعمل نتيجة هاي النتيجة بتخلي المدرب بشكل أو بآخر يخلي اتحاد كرة القدم مقتنع فيه كمدرب للمنتخب الأولمبي ويستمر أنا من وجهة نظر الشخصية تامر حسن مدرب جيد وحكيتها قبل البطولة العربية وحكيتها حتى لما تم التعاقد معه مدرب صاحب سي في جيد مع منتخبات الناشئين والشباب بالأندية المصرية وحتى بمنتخبات الشباب للمنتخب المصري فبالتالي رأيي ما اختلف عن تامر حسن لكن الطريقة اللي عم بتصير فيها الخيارات هي الطريقة اللي بشوفها طريقة استفزازية لأنك أنت لا الإعلام عم بيحكي عن الموضوع أنا ما شفت الإعلام أتحدث عن الموضوع بصراحة يعني ما شفت حدا حكي عن الموضوع يعني ليش بعد نهاية البطولة العربية إلى الآن لم تتقوم تسمية مدرب المنتخب الأولمبي يعني هل يا ترى خلاص راح نعتمد على تامر حسن راح يكمل تامر حسن لأن تامر حسن بعد البطولة العربية قال لجماعة اتحاد كرة القدم بإني أنا حاليا عم فكر يعني ممكن أستمر مع المنتخب الأولمبي ممكن لا فبالتالي كمان الزلمة يعني بعض البطولة العربية صار خلاص يعني عنده شروط وما بيرضى بالسهل هذا هو الواقع بكل صراحة لما بتقول للمدرب روح البطولة العربية أنت مدرب مؤقت وبعد ما يحاول يعملك نتائج وبيلعب بثلاث لعيبة منتخب أوله وبينفد من دور المجموعات وبيوصل للمباراة النهائية فهون أكيد أنت لو قبل البطولة العربية قلت لتامر حسن أنت عقدك مستمر مع المنتخب الأولمبي بغض النظر عن نتائج البطولة العربية كان راح يكون مستمر والأمر انتهى لكن هذا هو اتحاد كرة القدم اللي عم بيشتغل على أساس مشاريع تطوير وأنا بصراحة لا حكيت عن مشاريع التطوير اللي عم بيحكي عنها اتحاد كرة قدم ولا راح أحكي لأن هاي المشاريع بدأ أشخاص بالفعل أشخاص متطورة عقليا وفكريا لحتى تشتغل على اللعيب الشباب والناشئين ما شفت أي أسماء ما شفت مين اللي راح يمول هذا المشروع مشروع التطوير بكرة القدم أمر مضحك جدا يعني والناس اللي عم بتروج لهذا المشروع أكيد يعني من جماعة اتحاد كرة القدم يعني مستحيل شخص محايد أو شخص شايف بين اتحاد كرة القدم لما عم بيشتغل بطريقة صحيحة يكون متفق مع أي مشروع لهذا الاتحاد لأن هذا الاتحاد أثبت خلال أكتر من عام بنشغله فقط شغل آني يعني شغل مرحلة مرحلة معينة أنا خلال هالخمسة شهر بدأي أشتغل بهذه الطريقة ما عم بيفكر بخمس سنوات وست سنوات فبالتالي الناس اللي عم بتحكيلي عن مشروع أنا غير مؤمن بها بأي مشروع بيحكي عنه اتحاد كرة القدم لأن أي مشروع يتطلب وجود أشخاص أصحاب مشاريع فأنت لا تمتلك هالأشخاص يعني ما استقطبت هيك أشخاص مين جبت من الأشخاص اللي أساسا عندهم أصحاب مشاريع ما جبت حدا فبالتالي ما رح نحكي عن مشاريع اتحاد كرة القدم لازم نحكي عن المدرب القادم حاليا أنا وبشكل صريح واضح جدا تامر حسن رح يستمر مع المنتخب الأولمبي لم يتم الاتفاق لا مع محمد عقيل ولا مع مدربين آخرين الأسماء اللي عم تنذكر على وسائل التواصل الاجتماعي الغالبية العظمى لم يتم التواصل معها بشكل عام فبالتالي تامر حسن رح يستمر مع المنتخب الأولمبي كيف رح يستمر؟ الله هو عالم يعني بصراحة قال له حاليا الكرة بملعب تامر حسن إذا ما وافق أو أعطى شروط زيادة راتب ومن هالكلام ممكن يعني يحط اتحاد كرة القدم بألف حيط لأن اتحاد كرة القدم لما أرسلوا للبطولة العربية ما احترم تامر حسن وتاريخ تامر حسن مع المنتخب المصري والشغل اللي يشتغلوا فبالتالي من حقه لتامر حسن كمان يشترط على اتحاد كرة القدم بأنني أنا إذا ضليت فعندي هاي الشروط مبالغ مالية أكبر كادر فني أنا بختار اسم أو اسمين إضافيين ممكن يجيب أسماء من مصر فبالتالي اتحاد كرة القدم صار محرج أما يستمر مع تامر حسن بشروط تامر حسن بعدما كان ممكن يتعاقد مع المدرب بكل سهولة لا يستمر مع المنتخب الأولمبي لا يستمر مع المنتخب الأولمبي عقده مو مع المنتخب الأولمبي هو عقده مع منتخب الناشئين مع الشباب وليس عقده مع المنتخب الأولمبي فبالتالي ما فيك تعينه كمدرب للمنتخب الأولمبي إذا ما بدو هذا الشيء كمان لازم تاخده بعين الاعتبار المدربين الوطنيين حاليا أغلب المدربين يعني مع الأندية الأسماء المعروفة وكمان اسم محمد عقيل قريب من نادي الفتوة أحمد عزام من نادي الوحدة ممكن الاستعانة بأي من الحكيم لكن ما أظن يعني فيه شرخ واضح بين اتحاد كرة القدم وأيمن الحكيم فبالتالي المدرب هو تامر حسن اللي راح يستمر مع المنتخب الأولمبي بشروط تامر حسن هذا كل شحاب أحكي أتمنى أعجبكم الفيديو وتكونوا بصحة وخير وسلامة